السلام عليكم ان شاء الله كامل تكونوا بخير وعلى خير فيديونا هاليوم يجيكم كامل هنيين ومتنين نصليوا على حبيب المصطفى عليه افضل الصلوات والسلام بديت لكم الفيديو من داري وكملتوا في دار خالتي اللي رح يكون فيه فرح بنت خالتي فرح نجاح البكالوريا التحار بيدوم الفراح والنجاحات والتفوقات في البيوت كامل ان شاء الله يارب العالمين ومنها رح نجاوب على بعض الاسئلة اللي رح يمديرها حالة منها اسئلة هكا متكررة منها فضول منها بنات متشوقين هكا بش يعرفوا بناتي التوأم كما قالوا لي اسم بنوتي وشي هو المهم رح نجاوبكم على كده من حازة هنايا كما رح يشوفوا بديت قبل بالغضاء حبيت ندير حاجة خفيفة ضريفة وطبعا تحت اوامر وطلبات سي احمد لخطر هذا الطبق ولا هذا الوصفة من ضمن الاطباق والوصفات اللي يحبهم بزاف يموت على الغلايف وزيد بزيادة حاجة سهلة خفيفة ضريفة المهم الحب اللولى دي ما يجيهاكها قليل اللي تصلحها الحب اللولى وتجيبها كما الحبات الأخرين في الاغلبة كامل الحب اللولى تصرع لهم هكاك نعطيكم الوصفة السريع ما شاركتش معكم الوصفة شاركت معكم ديركت كيفاش طيبتها ثلاث كيسان تاع سميد سميد عادي لنطيب به شخشوخة يكون نرطب ولا الكسرة درت معها زوجهم غارف تاع الفارينا عظمة مغرف صغيرة تاع الملح ومغرف كبيرة تاع خميرة الخبز شوية تاع سكر من كثرش يعني بشي يعاوني الخميرة تخدم خدمتها هذا ما كان نضربهم يا اما في البلندر يا اما بالبراميكسر ومبعدا نزيد لهم باكيتة على خميرة القاطو ونطيبهم كما راكم تشوفوا يعني ما نسناهم شي خمر ومدة طويلة ونسقيهم كي مشتونا نذوه بالمارغارين ندهنهم يعني الحبة اللي نحياها من المقلة نحكم ندهنها بالمارغارين وندير عليها السكر كياني يحب يديرها بالعسل كل واحد كيفاش يحب يديرها احنا يا هكا نديروها في الغداء نتغداو بيها ونرفقها مع البن كين اللي كي شوفني هكا نرفق البن مع الغرايف يستغربها انا من بالعكس انا كي نشوف اللي ياكلوا الغرايف بلالبن نستغربها يعني حاجة تقهم وحاجة تقهم سواء من ناحية العسل ولا من ناحية الزبدة وبالنسبة للزبدة اللي يسقيها بالزبدة تاع البقرة راح تكون بنا مغايرة خلاص يعني بنت زبدة تاع البقرة حاجة واحد اخرى خلاص بنا وفايدة كما قلت لكم كل واحد كيفاش ياكلها وكيفاش يرافقها كين اللي يديروها غير مع القهوة وبالنسبة للناس اللي يديروها مع القهوة تقدروا تزيدوا معها لاظاني وشوية تعزبيب ومكسارات كيمالجوس راح يتغير الذوق التاحها خلاص وهكاك تزيد تبان باللي حاجة تاقيه وخير وخير وبالنسبة للناس اللي يرافقوا هذا الغرايف ولا بغرير ولا القرصة كل واحد كيفاش يسميها يرافقوها مع التاعي يعني مع التاعي ثاني حاجة واو بعد ما تغديت وجدت روحي نوليداتي وروحت ديركت لدارنا كملت تحضيراتي اللي تبقات كما راكم تشوفون انا قابل ماكياج دي جحناي وخالتي جيراني دورة وحنا دخلنا لها كما تشوفوا كملت وجدت روحي ورحت لها وجدتها موجدة كل ما راكم تشوفين موجدين كل شيء وكل حاجة مع واه راح توجدها كما راكم تشوفون من دائرة هذوك الرزيمات معهم بوقالات راح يتمدون الكبر والصغر من دائرة ثاني حلويات منهم اللي راح يتحطون مع القهوة والحليب منهم اللي راح يتحطون مع الجو كما تشوفون بيبارك مدارة شحال من نوع مدارة الغريبية مدارة هذوك المهرس تعل الجوزية تشارك مدارة هذو القنيدلات قنيدلات مدارتهم بالمكسارات مدارة ثاني هذو الحلواء هذي دجارة كنتلقاها في قناة مريم بها بهذوك تعل الجوزية بالغريبية نص الحلويات راح نحاول نحط لكم الوصفة التحون في صندوق الوصف هذا ثاني اللي جاي شغول وردة وجاية فارغة في النص هذك جاي بنواة كوكوم غلف بالشوكولة بنتو ما عندي ما نحكي لكم فيها مدارة ثاني سامسا مدارة رفيس مدارة زوجنوا مدارة رفيس تونسي ومدارة الرفيس اللي اسمه زيراوي والمقروض المقروض راهو بعين جامي يخطي الطاولات على المناسبة كامل عياد ولا فراح ولا اي مناسبة كانت لازم يكون المقروض حاضر وواجد ومتواجد لانه سيد المائدة عدنا تعال الشرق ومنجي هذة الكوزينة موجدين كل شي يعني حطوا هكا السنية على القهوات على التاي وكل مرة يدخلوا حاجة وطبعا بما انهم مدارين زيراوي لازم يبدو به هو اللول زيراوي يضحط مع البن احنا دائما كينديرو زيراوي يا اما هذا تعشاوي يا اما رفيس الاقسنتاني كينديروهم في مناسبتنا ان نرفقهم على البن ولازم يبدو بهم هم اللولين كيماراكم تشوفوا يجي بالشخشوخة وبالغرس بنتو ما شاء الله انا ما نكذبش عليكم بش نكون صريحة معاكم انا اول مرة نضوقوا من قبل كنت نقول بلك ما يعجبنيش ما نحبش هكا نضوقوا ولا نقدملوا ولا نقول بش ما نفزد شرس قربي ميكي دارته وخالتي صراحة اول مرة نضوقوا اعجبني هاي البن بزيراوي البن وراها القاتو مع قهوة وحليب والتاي يعني اللي يحب القهوة وحليب طبعا رح يفوتها مع القاتو واللي يبغي التاي ثاني يسوه مع القاتو ولا مع الحواج اللي يضحطه مع التاي كيمالسامسا ودائما كل واحد يبغي قهوة كان يبغي قهوة كان يبغي قهوة كان يبغي قهوة كان يبغي التاي يعني كل واحد يحب على بها نحطه دائما هكا القهوة والتاي والحليب مع بعضها وراها كانت بنت خالتي قصت لها طغط التحاهية وصحابتها سربناها مع القاسوس وذورك رح نجاوب المتتبعات على التساؤلات تاحهم كما قلت لكم كاين اللي عندهم فضل وكاين اللي متشوقين باش يعرفوا على بل بالي طولت عليكم في الفيديوهات وبزاف اللي راهم فهميني وعاذريني ورام يقولولي وقت ما كملتي وصبتي راح تكرح تحطي وكاين بزاف اللي يقولولي وعلى ما بغيتيش تحطي وكاين اللي رام يقولولي راكي تكذبي وراكي تخرطي وراكي غير جايبا بين الوقت مااني نكذب مااني الخرط كاين الناس اللي تحبني وتابعني عندي بزاف فيديوهات مصورتهم وكن مش الزوجتاعي ولا العيلة التاعي اللي كان يبوسي وفيها باش نوقف عقا ونلتب خدمتي باش ما نلتاش بهذه الحالة اللي كنت فيها كنت ما نصور حتى حاجة نصور كنجيح ندير مونتاج ما ننقدرش هكا ننكر حياتي نقول ما ندير موال ونزيد ندير مونتاج ونصحر معه ونبكر معه ونسجل ما نسجلوش مع العيام مع بزاف حواج مع الجريات نقول خلي اليوم وليوم يدز يوم وغدوه يدز غدوه وقيت راحي مدرتهم ولا تني ثاني ولا ننفاس على بها ما حطيتهم شمي يدرك بإذن الله راح نحط كل واحد ورخوه بالترتيب كما صورتهم بالتسلسل ونحطهم بالتسلسل وفي نفس الوقت باش ما يروحش تعبيها كاك اما الحكاية التوأم ان يجب التوأم ورح نخليها لكم زعمة موفاجأة انا ولفت موفاجأتكم في التعليق تعاليق تعالى انسانت عاي قريب تولد عاي ولدت عاي زوج هاي فلانات خطبة انا ولفتهم هذو سينو في الفيديوهات الجاي ان شاء الله رح نشوفوا تراش اذا خليتها لكم صح موفاجأة او لا ما كان منها الاسم بنتي ثاني كاين لي رامي قولوا لي اسم ميتي بنتك ياسمين كي حطيت وصفة مخبزت على ياسمينة رامي يكتبوا لي قولوا لي اسم ميتي بنتك ياسمين اسم هامليح وهو يعني صحة اسم ياسمينة اسمي هب الياسلام على الياسمينات ورد وفل وياسمين وقبل ما نكمل الفيديو هنا ينسيت نقول لكم ثاني باللي دارت ثاني لي كلم دي سار دارت زوج نوع النوع هذا كنت شاركته معاكم ديجا في قناتي ونوع واحد اخر كنت بعته لها نحاول اني نخدمه ونشارك معاكم وديميني طارتويلات بالقارس طبعا يكون بالعميرانج ورزيمات كيما قلت لكم دارتهم الصغر والكبر انا الرزيمة هذه قاتلة تعبنتك اعطتني حتى الرزيمة تعبنتي لولد الدوتا وحم راح نشارك معاكم ثاني وش دارت داخل فيهم دارت فيهم شوكولات ودارت فيهم حلوة ودارت فيهم دراجي دراجي اللي فيها الداخل شوكولات وثاني بوقالات والبقالات عيجت في وقتها قد قد اللي تقول الكلام على كلام والكلام على سقيلة العين في العين والدعوة مقبولة الدعوة مقبولة للناس اللي على بالهم برواحهم جماعت لي فوقونت على بالي بالي راكم تتابعوا قلبا وقالبا راني منسيتكم سواء انفي سفاري راكم تعرفوا دوعا المسافر يعني تسموا عليها برك ما تعرفوش وثاني على الطبلة والله منسيتكم غير كنتوا في بالي من قبل ما نطلع للطبلة ورما طلعت عليها حسبي الله ونعمال وكيل فيكم اليوم الدين ودعوة مقبولة للناس اللي تحبني نقولكم ان شاء الله يا ربي يرزق كل وحده الشي اللي رهيمت منياته يقولون لي ام رسلا ناكي نفس ادعينا ادعينا انتم الله يبارك عليكم وربي بارك لي في كمراكم ما شاء الله ما تتحسبوش كل وحده كل وحده قصدتني في دعوه وكل وحده باسمها ربي ينوللها ويعطيها الشي اللي في قلبها ولي في بالها وهنا اليوم كنوا وصلنا نهاية فيديو نهال اليوم ان شاء الله يكون يعجبكم واعذروني على الغيابات الكثيرة الكثيرة اللي فاتت وعذروني شوية على الروطر اللي راني مدارته لكم باذن الله وان شاء الله هذا الايام رح نشارك معكم كل حاجة بغيتوها ورحكم تستنوا فيها وذركا ما بقى لي غير نقولكم تعالوا في رواحكم ورح نتلاقاوا في فيديوهات جاية ان شاء الله اللي راني متأكدة باللي رح يعجبوكم ما بقى لي غير نقولكم في امان الله